يمكن كلنا استمتعنا بأجازة العيد والأجازات اللي زي دي اللي احنا شفناها بتبقى طويرة شوية بتخلي الإنسان يقضي أطول وقت ممكن وهو يمكن نايم أو على الكنبة يبتدي الجسم بقى يتعود على النوم الكتير أو على زي ما بنقول كده باللغة العمال أنتخة يعني بمعنى أصح يعني الكسل عشان كده لما يرجع تاني يبقى نشيط ويرجع تاني لروتين يومه الطبيعي وشغله بيحتاج لشوية وقت أو شوية كده يزبط فيها تاني بدل ما كنا بنتأخر في النوم والصهر الناس حتاني بدري ونروح لشغلنا ده بيحتاج يا محمد مننا نحن نرجع تاني نزبط يومنا بعض الناس على فكرة أعرف ناس بتحتاج أنها تطبق يوم بحالة عشان تزبط مرة تانية تزبط يومها بالزبط دي أصعب حاجة بسانتي يعني بعد ما خلصنا الأجازة أجازة طويلة ورجعنا للشغل مرة تانية ازاي طبعا بعد الصهر أيام الأجازة عدم تصبيت مواعيد النوم ازاي أعيد تصبيت نوم مرة تانية حياتي ازاي أرتب فيها المواعيد عشان ألتزم في شغلي وعمل جدول زمني سابق هنرحف في فقرتنا النهاردة بالدكتور علي النبوي استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان هيحاول كده يقول لنا رشدت ويجاوب على ازاي مرة تانية نستعيد لياقتنا الذهنية والصحية والعمل مرة تانية بعد الأجازة الطويلة أهلا بيك دكتور منورنا أهلا بحضرتك وكل سيد المشاهدين وصباح الخير يا مصر هابدأ مع حضرتك بحكاية تصبيت النوم لأن دي مشكلة بتقرق لاز كتير جدا بعد فترة طويلة من الأجازة أظبط نوم إزاي عشان أصحى الصبح اللي عنده معاد شغل الساعة سبعة أو تمانية طيب هو النوم خاضع في جهاز النفس والجهاز العصبي للراحة النفسية ولا يأتي النوم لشخص قلق لازم عشان أنام أكون هادي والجهاز العصبي ده اسمه الجهاز العصبي التلقائي يعني الجهاز الرحرحة زي ما قلنا كده لو أنا رايح للسرير خدت مادة منشطة يبقى مش هنام هتخلق وتنشط الجهاز العصبي لو أنا رايح للسرير وحاجة شغلاني لو قلت النفسي بس لازم أنام عشان هصحى بكرة بدري كلمة لازم دي تقلقني فأول نصيحة للسادة المشاهدين اللي بيشوفونا السرير ده عامل زي حاجات كتير أقوى في حياتنا زي الأكل زي الحمام الحمام ده اسمه بيت الراحة ما ينفعش أقول لي واحد قم ادخل الحمام لأهو نفس العصب من المخ المسؤول عن الراحة النفسية كي يتمضي هذه الحاجات بتلقائية وكلمة تلقائية هو العصب ده مسؤول عنها الأوتو يعني أوتونومك تلقائي فالحمام هيبقى بيت الراحة لما تروح لما يجي الحمام بجوع واكل يبقى الأكل ممتع عايزة نام أروح للنوم إذا حصل أي لغبطة في دول كده كلمة زي ما قلنا كده لازم أعمل كذا كلمة لازم دي تقلقني لأنها هتشغل مادة كيميائية تانية المادة دي تخليني مش عارف أروح للسرير كله نام حواليا وانا قلقان يا خبر طب أنا فاضل دلوقت أربع ساعات هنامهم إزاي لو ما نمتش هعمل إيه الصبح كل الكلام ده وخصوصا طبعا عندنا امتحانات دلوقت بقى سنوية عامة فالطالب يقول لي يا دكتور علي ما بعرفش هنام لليه تلامتحان فبنصحه نصيحة عكسية بقى لما تيجي رايح للسرير ما تقولش رايح نام قول لنفسك رايح رايح جسبي إذا جال نوم خير وبركة ما جاش نوم يبقى أنت رايحة جسمك طب أنا خلينا سأل حضرتك سؤال إن كثير قوي ببقى أنا دخل نام وانا عايزة نام وتعبانة بس ما بنامش ما بيجليش النوم هل الفترة اللي أنا بقى يعني بقعد على السرير دي فيها ببقى رايحة فيها جسمي ولا طول منعه ليشغال ما ببقى شرتحت هي النصيحة دي ماشية في كل حتة حتى واحد يقول لي يا دكتور علي أنا ما بنامش في المواصلات ده مستحيل أقول له لا بس أنت تعود لو مشوار طويل غمض عينيك بس كده أقول مش مهم منام مع هزهزة كده ومع الهدوء لو فضل عشر دقايق أنا عندنا مدة الدخول في النوم عشر دقايق لو فضل عشر دقايق ما غمض عني يوم سيطر عليه فكرة إن أنا بريح أعصابي بس هينام لو محتاج نوم طيب في بقى نسبة القلق عالية سنة وأنا جسمي مجهد قلق مقابل إجهاد ده ما بينامش جسمه واجعه هبطانه مش عاريف ينام لكن زهنه صافي زهنه عالي زهنه يقز مشغول مشغول وبعدين زي ما قلنا بقى أفكار بتجيب أفكار طب هعمل إيه بكرة طب كده مش نافع أول ما هتتفرز مدة القلق هتعمل حاجة بقى مشكلة عندي دلوقتي إن العضلة المفروض تسترخي وتهدى خالص ريلاكسد هتتوتر تبقى تنسد متوترة ما يقدرش بقى القلقان يقعد لذلك الواحد القلقان يعمل إيه يبدل رايح كده ويخبط لك على قدي ويعمل لك كده ويعمل لك كده وقعد قلقان شوف أنا لو قعدت بس عملت كده هقلق السيدة المشاهدين لأن القلق حالة موضية ويبطل إزاي الحركات زي إنه فعلا بلاحظ كده على يعني أنا وكل اللي حوالي بنبقى بنعمل ساعات وخلي بالك إحنا النهار ده وحالك قلت حاجة مهمة جدا طلبة السنوية العامة للأسف هم في مود قلق فيعملوا إيه عشان نبطلوا وكل ما يبقى متفوق كل ما قلقوا يزيد خلي بالك فهو ساعات كتير أوي ناس من المتفوقين بيخسر كتير بقلقوا لأنه مش عارف ينام وأنا لو ما نمتش ليلة مبارح دلوقتي مثلا معرفش أركز البرنامج اسمه صباح خير يا مصر قعد مع بسانت ومحمد التركيز مهمة أوي حياتك لو قدموا لي شي بر لو أنا ما نمتش ليلة مبارح ما قدرش أشربه تصور سبحانه وتعالى خلق النوم عشان يعني تلت اليوم نوم عشان تعرف تعيش بتلتين التانين تركيزك تخيل مثلا لو واحد ما نامش في رمضان لسبب ما طول الليل بطول النهار وجاء مثلا قبل الفطار بساعة ونام ده لا يمكن لا يمكن يصحوه على الفطار يفطر لأن وظيفة الأكل حتى هيقول جملة كده هيقولك أنا جاء النوم صحيح هتسيبه بقى ينام ساعة يشرب كباية مياه كده وينام يصحى لك على الساعة 11 ولا حاجة يأكل بقى طب عدد الساعات اللي احنا بنايمة بالاسباح النازم الواحد ينام 8 ساعات على الأقل عشان يصحى دورة يعني الدموية والجسم والنشاط يبقى بشكل جيد قد إيه الساعات وإحنا بنشوف ظاهرة فكرة التقطع في النوم يعني ممكن أخش أنام ساعة أو ساعتين وصحة أقلق معرفش أرجع أنام تاني تمام صحيا المفروض أحافظ على قد إيه من الساعات عشان أحافظ على سلام الجسم هو دي بتختلف من شخص للتاني يعني فيه ناس بيسمهم شورتر سليبر يعني هم طابعتهم طابعتهم ينام أربع ساعات في اليوم فيه ناس تانية أذكر أكل في العالم كان اسمه أينشتاين كان بينام عشر ساعات فيما فوق يعني نومه كان تقيل وطويل هي بتختلف من واحد للتاني الجرحين الناس اللي شغلهم طوارئ دول قائمين على إنه يعمل حاجة اسمها سليب نابس يعني هو قاعد كده يجي مغفل شوية كده صحيك وفنجان أهو خلاص يكمل ست ساعات على كده وخلاص جهازه العصبي يعني بترتب على كده إنما خلينا في النمطيين اللي هم عموم الشعب اللي بتفرجوا علينا دلوقتي سريري هو أقلية تقص في النوم فيه واحد لازم يشغل راديو جنب الدماغ فيه واحد عايزه القضة هادية ضلمة جدا هو طبعا فيه حاجات بتحكمنا زي الساعة البيولوجية يعني مترتبة معايا كده لعي إنه حتى من ضمن المشاكل في النوم الناس اللي بتسافر والطيارة تنزل بيه في محادي غير نوم وحتى بيسموه جيتلاك جيتلاك ده مرض في النوم الجماعة اللي هم بيسافر أسيا وسافريات طويلة داخل أمريكا اختلاف التوقيت فاختلاف التوقيت يجب بواصلوا الساعة البيولوجية ده دليل على إنه سبحان الله كيميا مخنة كان فيه هرمون لسنوات طويلة ما حدش عرف ده بتاعي تصور الميلاتون ما شاء الله عليه بل ياخدوه حتى حبوب دلوقتي بياخدوه حبوب بس أنا بس عايز أطمن للناس دائما اللجوء للأدوية والمكملات الغذائية لاحظوا أن احنا لحد دلوقتي ما جبناش سيرة إيه طب أنت قال الآن ليه وقال إنا معك ليه ما تاخد أرس واتنام هو برضو فيه ناس بتاخد أرس وما ينامش لأن يا خابة ربيض أنا خدت مهدئات أنا بقيت مدمن وخصوصا بقى اللي جايب لك الأرس جايبه لك على إنه جايب لك إيه بقى يعني الزبق الأحمر أنا جايبه لك بواسطة من صيدالي فهو بيقلقك من الأرس نفسه طب أنا خايف أخده ما سحش الامتحان الصبح أو المحاضرة تروح علي فالقلق من البرشان ما يجيبش نوم برضو لذلك حتى يقول لي حتى المناوم خدته أيه طبعا أنت لو خدت أرس وجالك خبر بالتليفون أن فيه كارسة حصلت الأرس ده مش هنيمك هتنزل وتسوق على بيتك وتمشي طب دكتور بعض الناس بتشتكي أن هي ما بتنامش وكده بس هما قرية دي حياتهم غلط يعني بيشربوا قهوة بالليل عدد يعني كبات القهوة بتاعتهم فنجيلي قهوة كتير في اليوم فإيه الحاجات لأنا أعملها هل أنا بطل كفايين بعد الساعة ستة لو أنا نومي الساعة 12 أو كده إيه الحاجات لأنا ممكن أعملها في يومي تخليني أنام بالليل كويس رياضة بالمناسبة فيه ناس بتشرب قهوة نام دكتور يعني لهم على فترة وبغسل سناني قبل النوم ده اسمه أورال هايجين الاهتمام بنظافة الفم النوم بقى اسمه سليب هايجين يعني اهتمام بنظافة النوم منها اللي حضرتك قلتيها بقى ممنوع شرب المنبهات قبل النوم رحيم عمل رياضة بالنهار لأن الرياضة بتحسن جودة النوم أغزية في المساء خفيفة مهدئة زي الحاجات الخضرة والخص والحاجات دي فيها مواد مهدئة وطبعا فيه مشروبات مهدئة زي الينسون والكركدي والكلام ده زي ما قلنا بقى تصفية الزهن تمرين استرخاء للذاكرة يعني فيه تمرين كده يقولك ايه اول ما تخش السرير كده في دقيقتين اتنين تقول لنفسك ايه مثلا النهاردة كان السبت رحت الصبح برنامج صباح الخير يا مصر وخرجت وبدأت أسرد يومي ترتيب لأحداث يومي من اول مصحيت وبالراحة كده فيهدوء كده ان شاء الله بكرا لحد المفروض وراي حاجات مهمة زي واحد اتنين تلاتة هنم منك كده دوك هنم من بعض وهتسترخي وهيرق ومش هيجي لك زهايمر زي الناس وكل واحد ينسى حاجة يقول لجالي الزهايمر عضلاتك هتهدى خالص امخك هيبقى مرتب ما تقولش يا خبر ازاي الموضوع ده فتني يعني ده هتتلاته وده حلو للطلبة كمان ان انت كمان لو دخلت السرير راجع شغل فيديو مذاكرة تحت دماغك اذا نمت خير وبرك ما نمتش انت بتستفيد هل في حبوب معينة او ادوية امنا عشان تثبت دورة النوم يعني هتكلمنا عن الميلاتونين والميلاتونين ده ده هو الهرمون المسؤول عن تنظيم دورة النوم للانسان الناس كتير او يخافوا من ادوية التنويم واللي بتهدي الاعصاب او البنومات عموما هل كلها ضر ومرفوضة انا واخد قرص منوم ليلة مبارح عشان انا لانه ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله ربنا خلق الدواء الدواء رحمة من الله سبحانه وتعالى فتخيل حضرتك مرضى السكر لو الانسولين نقص هيروحوا فين مرضى الضغط الضغط ده بيسموه كايلانت سيلر قتل الصامد اه سايلانت كيلر القتل الصامد لانه معظم اللي بيشوفونا دلوقتي وصل اربعين سنة ولا يشك لحظة ان هو مرض ضغط ويجي له اصداع وبياخد ازبرين وخلاص غلط لازم بعد فترة نقص الضغط ونقص السكر وما تقولش فالله ولا فالك لانه الامراض دي بتقتل بالانكار يقول له سكر وقولك لا ده مش سكر ده انا بس اللي قالت حاجة ويفضل سانة على كده امتى ياخد سكر بقى لما يأثر على عنيه واسنانه الادوية اللي طلعت بس المشكلة في سمعتها الوحشة ادي اول مشكلة هتواجهها فاحنا بنخاف منها نمرة اتنين سمعتها جات من المدمنين اللي بياخدوها غلط ده حتى الادوية الكويسة يعني واحد عنده الرعاش في دواء لو اخده هيقلل الرعشة ويخليه يشرب بدل ما هوش عارف يشرب هيشرب شوية تخلم الدواء ده ياخده مدمن يبلع شريط فيبقى اسمه هلوسة وصراصير ويبقى شريط اسمه صراصير مش دول الرعاش فهنا بقت سمعت وحنا لسه بنقول انه فيه ثورة في العالم دلوقتي على الادوية يعني احدث المضادات للاكتئاب في العالم بيطلعوه دلوقتي من المخدرات بس للاكتئاب اللي ما خفش خالص فبيطلعوه من الكتامين اللي هو موجود في المخدرات اللي هو المالية السوق بس فيه فرق شاسع بين انه قرص مقنن فيه منظمة في العالم اسمها FDA مسؤولة عنه منظمة الغذاء والدواء الارث ده مقنن بانه لو خدوا مريض في الصين زي مريض في اوروبا زي في مصر هنا معروف جرعته اعراضه الجانبية الى اخر الادوية المهدئة ليست غلط لانه هو بيبدأ النوم لكن ما يكملهوش يعني عندنا ادوية كده هو ايه مشكلتك انت في الاول مشكلتك انك مش عارف تنام انما لو دخلت في النوم راحت المشكلة ففيه راس وكل الناس بقت عارفها وبتجيبها عادي والناس بقت مثقفة عن زمان بياخدوا الارث يبدأ النوم خلال نص ساعة مثلا لو حد صحها خلاص راح مفعول الارث وده مناسب للطلبة بس خليني اقولي حراك انه فيه ممكن وصفات يعني طبعية احسن شفية لانه بعض الارث دي برضو بتجيب صداع تاني يوم حد يتعود عليها فمن هنا بتبقى دي المشكلة الطريقة الطبعية فانك تحاول على قد ما تقدر تدخل في مود النوم تبطل كفايين قبل نومك اللعب الرياضة الحاجات دي كلها من الحاجات المهمة نشكرك يا دكتور شكرا لك علي انبو يستشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان كل شكرا لك يا فانك دورتنا وشرفتنا دكتور شكرا لك